من الأخطاء أيضا أن الكثير من العادات والكثير من الأفكار الجاهلية المنتشرة نصبت إلى الدين وهي ليست منه الإسلام أعز المرأة وأكرمها وحفظ لها حقوقها والعلاقة بين الرجل والمرأة هي ليست علاقة تفاضل بل هي علاقة تكامل ليست علاقة مساواة بالتأكيد لكن المرأة لديها نقاط قوة والرجل لديه نقاط قوة وكلاهما يحتاج الآخر ولذلك نلاحظ بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك الكثير من النساء التي وقفنا معه مثل زوجته خديجة رضي الله عنها والسيدة عائشة وكيف روت عنه الكثير من الأحاديث وكانت عالمة وشهدة لها بذلك من الصحابة بناته ومحبته لهن وآسارهن أيضا بمن حولهن الكثير من النساء ورد ذكرهن بعصر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده أيضا حينما نرى في القرآن نجد صورة كاملة أفردت باسم المرأة وهي صورة مريم حينما والدتها أمها وقالت وليس الزكرك الأنسى لكن التعويض بعد ذلك كان حينما وهبتها لله وكان الرسالة التي وصلتنا أن مريم كانت هي أم النبي هي التي واجهت قومها واجهت قومها واتهموها بعز ما تملك اتهموها بعرضها لكنها وقفت بقوة واستطاعت أن تكون أمًا لعيسى عليه السلام وأيضا ذكرها كان مميزا بذلك فنلاحظ أن تكريم المرأة كان واضحا ودورها أيضا واضحا وحقوقها كذلك لكن الخطورة تكمن أننا يعني ابتنا بموضع المدافع فما عدنا نرى كيف عزز الإسلام المرأة بل صرنا ننسب السلوكيات الخاطئة من بعض الناس ننسبها للثقافة أو لثقافتنا وهذا خطأ كبير نحتاج نحن كتربية والدية أو كتربية مجتمعية كمربيين نحتاج أن ننتبه لهذه النقطة فحينما نربي الفتاة نشعرها بتمييزها كأنثة نشعرها بنقاط قوتها وبنفس الوقت نوضح لها دورها الذي عزها الله سبحانه وتعالى به اشتركوا في القناة